بدءاً مساء الخير أخي دكتور زين وإلى دكتور رمضان ومشاهدون كرام طبعاً هذه النتائج ليست بمفاجأة على الشكل التام كان هناك صحيح انقسام ربما كانت الحضوض متعادلة لكن هناك أنا أعتقد عوامل غير مرئية أو غير مشخصة ساهمت في فوز ترامب يمكن أهمها الاقتصاد صحيح لا هذه المرئية صحيح لكن أتحدث عن غير المرئية الغير المرئية دكتور أنا قرأت قبل حول ثلاثة شهر يعني تقرير مهم عن السلوك الانتخابي قال إنه أهم ملاحظة يمكن أن تعطي ميزة غير منظورة لترامب هو ما يسمى بالسلوك التحيزي بمعنى أن هناك كثير من الرجال لا يصوتون لأمرأة بغض النظر عن الحزب بغض النظر عن الحزب سواء جمهوري أو ديمقراطي لا يصوت لأمرأة وهؤلاء يشكلون يعني أعداد كبيرة ليست أعداد قليلة بل يقول حتى النساء لا يصوتون للنساء ضمن التحيز الجنسي لكن الفئة الأكبر أن هناك رجال لا يصوتون للنساء أيضا كامل هاريس حقيقة تجاهلت في مسألة الأقليات يعني وتلاحظ في ميشيغان ترامب عمل كثيرا على ميشيغان ضمن الولايات متأرجحة اجتماع مع المسلمين هاريس لم تولي هذا الاهتمام الكبير أيضا الرؤساء الأمريكيين السابقين من المفترض كان لهم عون لكن زلات دسانهم سواء من كلينتون أو من حتى أوباما حقيقة يعني استنزفت كثير من قواهل لتصليح هذه التصريحات ترجمة نانسي قنقر